السلام عليكم معكم الدكتور طلال نقار حابة بإبدأ اليوم كورس جديد بعنوان الأخلاق الطبية أو علم الأخلاق الطبية هذا الموضوع ربما غريب عن البعض منكم بيظنوا أنه هو تصرفات اعتباطية بيقوم فيها الأطباء حقيقة أنه هو علم يدرس وله قواعد وله أصول ترشد الطبيب بالحالات الحريجة وباللحظات الصعبة كيف يمكن يتصرف أو كيف يمكن يكون تصرفه أقرب للواقع أو أقرب للصح ممكن يكون صح بالمطلق أحيانا كتير تختلف الآراء الكورس موجهة للأطباء خصوصا والعملين بقطاع الصحي إضافة للعوامل هنه مدعوين للإستماع على المحاضرات رح حاول أن أبسطها قدر الإمكان استعادة حالات عملية بحيث أنه يكون موضوع هو صراحة موضوع ممل جدا بشكل نظري بحث فرح حاول قدر الإمكان أعمله مبسط بأسلوبي وإن شاء الله يعجبكم بداية الحالة اللي حنستعرضها اليوم حيكون استعراض لحالة سريرية رح أعرض لكم إياها هذه الحالة تم نشرة بمجلة نيو إنجلند الطبية عام 2009 الحالة عبارة عن كانت موجهة للأطباء أنه يعطوه تصويت عند مريض في مرحلة صعبة في قرار حاسم لازم يتخذ تم الطلب من الأطباء حول العالم إلي عم يقرأوا المجلة أنه يعطونا رأيكم بهذا المريض لو أنه إنت عم تعالج شو كنت رح تعمله فتحوا التصويت عطوا طبعا ثلاث خيارات فتحوا التصويت لمدة ثلاث شهور تقريبا أو شهرين وبعدين وقفوا بالتصويت وبالعدد اللاحق وبعدين نزلوا نتائج التصويت اللي عكسة مدى أو اختلاف الممارسة أو الأخلاق الطبية خلينيقول أو المقاربة الأخلاقية حول العالم من بلد لبلد بمقاربة هيك حالات بداية أنا جاني مريض على قسم الطوارئ عمره 56 سنة هذا المريض تم نقله للمستشفى كان عم يختلج عنده اختلاجات أو صرع ما كان واعي أبل بقسم الطوارئ قسم الطوارئ عملوا له تصوير مقطعي للرأس طبعا عملوا إجراءات لنعاش الأولية من ناحية الضغط والنبض والطرق الهوائية هي الأمور الأطباء بيعرفوها بأحد المراحل بما أنه غايب عن واعي وعملوا له تصوير مقطعي للرأس فتبين وجود نزف تحت العنكبوتية في الرأس إضافة إلى استسقاء دماغ أكيوت هايدروسيفيروس يعني المعنى آخر كمية السائل اللي بالدماغ أعلى ما عم تتصرق بسبب النزف عم تتسكر التصريف تباها وبالتالي السائل اللي موجود بالدماغ السائل الدماغي الشوهي كميته ما عم تتصرق وبالتالي عم يضغط على الدماغ شيء شائع أو شيء منعرفه بالنسبة للأطباء طبعا هذا المريض كان في حاجة لتنبيبه وضعه على جهاز صناعي مثل العادي لأنه هو غير واعي لهذا المريض تم وضع أنبوب يصرق تصريف السائل اسمه شانت بيخفف من ضغط السائل بيطلعوا برا وبالتالي بيخفف من الضغط على النسيج الدماغي بيمنع الأذية على الدماغ تم إجراء تصوير مقطعي للشرايين سيتي أنجيو للبحث عن مصدر هذا النزف أنه نحن في عندك نزف بدماغ صاف فنحن منين إجانا هذا النزف فالسيتي أنجيو أظهر أنه في عندي أم دم متمزقة بمنطقة الشريان الوصالي الشريان الدماغي الوصالي الأمامي هاي أم الدم المتمزقة أم الدم هي عبارة عن توسع بجدار الشريان إذا بتشوفه بالصورة مثل العنق وتوسع بجدار الشريان وبيحوي طبعا دم إذا تمزقيت مثل حالة مريضنا هذه فعملت نزف تحت العنكبوتية ونزف النسيج الدماغي طبعا التصوير أظهر وجود أم دم تانية مانة متمزقة بمنطقة الشريان الدماغي الخلفي فصافي عندي أنا مصدر النزف عرفنا اللي هو تمزق أم دم وفي عندي أم دم تانية مانة متمزقة طباء الجراحة قالوا إنه إذا ما عملنا لك كليبينج يعني ما عملنا لك كي أو هلا مشوف شوه الكليبينج إنه تسكير لهذه أم الدم في احتمال خمسين بالمئة إنه يرجعين زوف هذا المريض بالأشهر الستة القادمة وهذا المريض مثل ما قلنا أول شي هو هلأ نازف هلأ بحالة حرجة فالنزفة التانية سيكون أسوأ على الدماغ من النزفة الأول طبعا المريض لا زال على جهاز التنفس الصناعي مثل ما أنه في عنده نزف بالدماغ ما هو صاحي غلاس كوكوما سكور عنده خمسة من أصل خمسة طبعا أقل درجة ممكن ياخد الشخص هو ثلاثة فهو عم ياخد خمسة يعني عمليا أقرب للثبات العميق ربما في عنده باقي شوية حركات بسيطة لإرادية بإيده أو رجله هم تعطيه الرقم خمسة بس هو بدرجة شديدة من غياب الوعي أو الثبات أطباء الأعصاب وأطباء الجراحة العصبية اجتمعوا على الحالة وقرروا أو رأيهم أنه احتمال 80 إلى 90% من بحالة هالمريض أنه يستمر بحالة نباتية مستمرة حالة نباتية يعني أنه هذا المريض جسمه شغال قلبه عم ينبط بس دماغه ما هو عم يعمل وبالتالي هذا تعطيه تغذية وبتعطيه تنفس بس ما في أي تواصل مع المحيط أحاول بسيط الموضوع ما أخذ بالتفاصيل الطبية هي ما هي محاضرة طبية محاضرة أخلاقية كيف ممكن نتصرف مع حالة هذا المريض مثل ما أنه لبروغدونسس لهذا المريض بمعنى آخر شوه شيء من نتوقعه مستقبلا بحالة هذا المريض الكلمة العربية هي أظن أنذار وما أظن أنباتي بمعنى بشكل واضح أنه رح يكون بمعنى آخر أنه ما هي قدر يعيش حياة مستقلة مثل ما قلنا هو بأحسن أحواله سنضع الأنبوب بصدره سيتنفس على التنفس الصناعي بشكل مستمر تراكيوستومي قنية خزي عرغامي عادة نعملها مثل مرضى الحنجرة كيف نشيل الحنجرة ونضع القنية ونننفس ونرقبتهم إضافة لتنفس الصناعي غالبا لأنه غالبا ما منقدر نشيله عن جهاز التنفس وغالبا التغذية بتصير عبر أنبوب معادي هذا هو اللي نقصده أنه معتمد على الآخرين وما يكون في تواصل مع المحيط ولا مع الأقارب ولا مع أي أحد لأنه ما نواعي طبعا بحالة هالمريض استمرنا بإعطاء التنفس الصناعي إعطاء التغذية لمدة 3 أسابيع بدون أي تحسن سريري أو تحسن الحالة العصبية بشكل مهم أو بشكل يصنع فرق عند هذا المريض مثل ما قالنا بهيك حالات نضطر نحط أنبوب بالجدار المعدن مباشرة بدلا ما يكون أنبوب عبر الأنف للتغذية لأنه هذا على المدى الطويل يكون نتائجه أفضل هذا الانبوب يصير عن طريق أطباء الهضمية هنا يحطوه بدخل طبيب الهضمية بمنظار للمعدة من شأن يعمل مثل ما شايفين بالصورة يقدر يدخل الانبوب من الخارج لما نحاول يعمل هذا الطبيب لاحظ أنه في عنا قرحة معيدية أو عفجية خير والضبط هي الجزء الثاني من المعدة قرحة معيدية كبيرة حواف فانجيتينج يعني هاي مثل ما نسميها الحواف المتفطرة وهي علامة سيئة جدا بالنسبة للقرحات المعدية هاي بتشير انه احتمال كبير تكون سرطان ما كمل بإجراء الانبوب لما نشاف هيك أخذ خزعات أو يعني عينات النسيج لكن للأسف النتائج ما كانت أو نتائج الخزعات ما كانت قاطعة ما قدر الباثولوجست اللي هو طبيب التشريح المرضي ما قدر يقول انه هي مليق نسي أو سرطان بشكل صريح بس مع هذا الشي طبيب التنظير طبيب الهضمية برأيه لا احتمال كبير تكون خباثة أو سرطان رغم انه التشريح المرضي ما عطى نتيجة قاطعة عن هذا الموضوع منجي للقصة العائلية مشان نعرف المريض طبعا ما نواعي وبالتالي نحن نعرف كيف نتصرف معه بدنا نتناقش مع حدي من ارايبين ومن اهله المريض ما كان فيه تواصل مع اي حدي من عائلته لعددة سنوات نحن اننا عمرو 56 سنة طبعا توجود تستغربوا هذا الكلام ببلادنا بشكل الاوسط بس لالامانة هذا الشي بامريكا شائع جدا يعني انا صرت شايف كتير مرضى من هذا النمط طبعا اذا شفتوا انه هو بالاول السطر بالحال هو مشرد ما عنده بيت حاليا طبعا بالبحث تبين انه عنده ابن هذا الابن بقانون الولاية هو اللي بيعمل القرارات عن المريض بمعنى اخر الوصي القانوني بالامور الطبية بهذه الحالات يعني هو عند الولاية او بقانون الولاية هو اللي بيحط هو اللي بيتخذ القرارات عنه المريض عنده اخ وعنده ام هدول الاخ والام والابن كلهم بيعيش يعني بولايات تانية باماكن تانية اقرب واحد فيهم بيعيش بمسافة 1500 مايل 1500 تقريبا اظن هيك شي الكيلو واحد المايل 1.6 كيلو 1.6 فتقريبا هدول شي 2000 كيلو متر اقرب واحد بعيش فيهم يعني معنى اخر المريض بعيد جدا عن ارايبين طبعا كلهم عم يحكوا على التليفون تم التواصل معهم تم شرح الحالة للمريض وشرح انه وضعه ماهو جيد ابدا ابدا كل اتفقوا انه هذا المريض ما حيرغب لو كان صاحب معنا ما حيرغب بانه يعيش حياة معتمدة كليا على الاخرين بدون مستوى وعي جيد بمعنى اخر حيكون مضطرب الوعي مثل ما انه حياة نباتية لكن الابن اعترض قال انه والده وصف والده انه فايتر فايتر يعني انه شخص عنيد لو هو صاحب الوالد لأ حيفضل يرضى يطلب العلاجات كلها ويحاول يقاتل القدر خلينا اقول لحتى يشفى من مرضه بمعنى اخر يجرب كل العلاجات الممكنة هيك وصف والده هذا الابن هلا مثل ما قالنا انه هذا المريض هو هومليس يعني مشرد وبالتالي ما كان عايش مع اهله اهله مطمئنة عايشين بولايات بعيدة فهو كان عايش بشيلتر هومليس شيلتر بمعنى اخر النزل للمشردين او يعني مثل ما نقول مش زي سكن المسنين بس لهدول الناس اللي ما عندهم بيوت ممكن يعيشوا بمثل سكن لالهم الخاص فيهم فكان في علاقة طيبة مع احد المستشاريين اللي هو الكانسلر يعني مرشد خلينا نقول يزورهم بالسكن يشوف مشاكلهم ففي علاقة طيبة مع احد المرشدين هذا الكانسلر قال انه هذا المريض مع انه اقرب الناس لاله حاليا رغم انه ما نقريب وهو كان يقعد معه ويسهر معه قال انه هذا المريض كانت رغبته بالحياة قبل ما لما كان يحكي وما كان صاحي انه ما بده المشافي ما بيحب يروح المشافي وانه لما بيجي وقته هو ما بده علاجات طبية عنيفة ما بده الشي عنيف طبيا بمعنى اخر انه ما بده العناية المركزة وما بده التنفس هاي معناه العلاجات الاجرسيف هذا ممكن واحد ياخد مصادات حيوية مضادات التهاب أدوية بس لما يصير الموضوع انه في اجرسيف مانجمنت يعني ممكن جراحة عناية مركزة مثل ما هو حاليا تنفس صناعي بده عملية مثلا لراس وحتى نروح الاحتمال النزف التاني حسب كلام الكاؤنسلر انه هذا المريض قال بحياته قبل ما يغيب عن وعيه انه ما بده هذه العلاجات طيب هذا المريض ما عم يتحسن عصبي ووضع العصبي ما عم يتحسن ابدا لستاتو غايب عن وعيه لستاتو معتمل على المنفسة بس قلبه عم ينبض وعم نقدم له التغذية وعم ما ننتظر نشوف شو بده يصير اه الاحتمال كبير يكون عنده سرطان ما بنعرف رغم انه بذلنا جهدنا وعملنا خزعة بس للاسف ما اثبتنا ها بس في احتمال كبير يكون ما وسرطان هلأ الفريق المعالج برأي انه هذا المريض ما لازم نقدم له العلاجات المتقدمة خلين نقول العنيفة الاغريسيف حتى العلاجات الداعمة اللازم نوقفها بمعنى اخر التنفس الصناعي ما عم يتحسن وما هو صاحي وعيه صفر تقريبا فما في اي معنى لانه نعذب اكتر هيك رأي طبعا هذا هو المبدأ الاخلاقي انه ليش عم عذب اكتر انا برأي انه ما لازم ناخذ العمليات لان نسكر له ام الدم التانية وهي احتمال تنزف مرة تانية وحتى انه ممكن نوقف التنفس الصناعي طبعا عم انقلكن الحالة متل ما هي بالتجربة الامريكية هلا الام والاخ وافقوا انه يحولوا المريض ل comfort care comfort care بمعنى اخر اللي هي متل ما عم يحكي انه ما نعطي اي دعم نوقف الدعم نحافظ على تسكين الالم نحافظ على تسكين الديء النفس بس ما عد نقدم علاجات نعطيها بمعنى اخر انه يكون مرتاح وما عم يتعذب بس بنفس الوقت نحن ما من نكون باي خطوة ايجابية لحتى ننهيل حياته يعني ما حدا يفكر انه هذا الموت الرحيم ابدا ما من نعطي اي دواء بالعكس من نعطي العلاجات الاساسية اللي هي ما بتزيد من المه بالعكس من نخفف الالم تابعون الابن ما عجبه هذا الكلام رفض بده علاج داعم و اغريسيف عنيف وبمعنى اخر علاج ياخده على العمليات يسكر له ام الدم يعرض للعملية جراحة عصبية كبيرة بده كامل العلاجات الطبية الممكنة تجرى لوالده طيب السؤال اللي اقل جميعا هو الاطباء اللي انطرح لالاطباء عام 2009 بي الاستفتاء اللي حكينا عنه انه شو هي الاحتمالات او شو برأيكم لازم نتصرر في هالحالة طبعا نعطوهن ثلاث احتمالات او ثلاث خيارات حنشوف هم بالسلايد الثاني فكروا من اي خيار تساعد بالاجابة الاحتمال الاول انه نكمل بالعلاج الداعم والعلاج الاغريسيف اللي هو ممكن ناخده على عمليات وممكن نعمله لأم الدم بدماغه وبنفس الوقت نطلب استشارة اخلاقية اثيكال اثيكس كونسولتيشن يعني نطلب اخصائي الاخلاق الطبيعي انه ناخد رأيه ونتناقش مع السروجات اللي هي الاهل او المرافقين الابن والاخ والام انه كيف ممكن نحل المشكلة هذي ونحاول نحل الاشكال يعني عمليا نجي على رأي الابن الاختيار التاني انه نوقع DNR order DNR بمعنى اخر do not resuscitate يعني عدم الانعاش معنى هذا الكلام انه لو توقف قلب هذا المريض ما حنقدم له بس بنفس الوقت حننقله ل هنوقع هذا القرار وحننقله ل skilled nursing facility يعني هو مثل البيت العجزة بنفس المبدأ بس هو مش له هدول المرضى بالذات هو لمرضى المزمنين مثل هذا المريض بحاجة التنفذ صناعي مزمن بنتقل لهذا المركز بيتقدم له التغذية بيتقدم له العلاجات البسيطة بيتم على جهاز التنفس طبعا ما بين شرع عن جهاز التنفس إلى أن يقضي الله أجله مثل ما إنه DNR بمعنى آخر لو توقف قلبه ما حنقدم له إنعاش قلبي الاحتمال الثالث هو الأعنف بيناتهم صراحة withdraw of care لمعنى آخر أنه هذا المريض حاليا هو إن نسبة نجاته احتماله ضئيل جدا جدا هو عم يتعذب فأنا بشيل الجهاز التنفس الصناعي عنه طبعا بحافظ عليه بسريره بنفس المكان بيكون الأهل حواليه محيطين فيه وبراقبه عادة هدول المرضى يعني أنا شايفها هون بأمريكا ممكن أنه يعيشوا عدة ساعات بعد هاي بعد شيل جهاز التنفس إلى أن يقضي الله أمانته حقيقة مرة ثانية هذا ما هو أكتف يعني أنا مو مثل الموت الرحيم اللي بتسمع فيه إنه أنا بعطي حقنة قاتلة للمريض لا أبدا أنا فقط شلت عنه جهاز التنفس عطيته أكسجين بالقناع أو بالكمامة أو بتراكيز عالية بعطيته أكسجين إذا كان فيه ألم بعطيه مسكن الألم إذا كان فيه ديء نفس ممكن عالج ديء النفس عنده بس عمليا ما بخلي عم يتعذب هذا هو معنى مرة ثانية أنا عندي ثلاث خيارات وأنا محتار فيهن إما أني أنا أكمل علاج داعم وعلاج فعال منهن أني أخده على عمليات وأعمله تسكير لأم الدم اللي بدماغه أو أني يوقع قرار دي ان آر بمعنى آخر أنا ما حأنعشه لو صار توقف بقلبه بس بنفس الوقت حار حافظ على الوضع الحالي مثل ما هو ورح أبعته على نيرسين كير فاسيليتي اللي هي مثل عناية تمريضية إلى أن يقضي لله أجله أو إني وذرو أو كير اللي هني أسحب جهاز التنفس عنه وانتظر للي يقضي لله أمانته اللي بيكون أسرع من الحالة الثانية مجموعة لأ حتى نقدر نجاوب على السؤال اللي ينترح بشكل علمي أو بشكل أقرب للعلم وفق قواعد منحاول نضبطها قدر الإمكان ما يكون جوابنا اعتباطي ما يكون جوابنا عشوائي كل مرة نتصرف شكل مشان نبتعد عن العواطف هذا هو علم الأخلاق الطبية منحاول قدر الإمكان نطع قواعد مسبقة لحتى نقدر نعرف نتصرف في هيك حالات رح شاركوا النتائج الاستطلاع أو الاستبيان اللي صدرت بعد عدة أشهر بالنفس المجلة في نيو إنجلند هنن طبعا أسموا الاستبيان أو النتائج حسب القارات اللي شاركوا يعني أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراديا كلمين عدد من الأطباء شارك وكان مثل معنا ثلاث خيارات اللون الأخضر هو سحب الجهاز التنفس وإيقاف العلاج تماما اللون الأحمر هو العلاج العلاج الأجريسيف اللي هو إني أنا أاخده على غرفة العمليات واستمر بتقديم كامل العلاجات الخياء البرتقالي هو بالنصف اللي هو DNR ونقله لعناية تمريضية بمعنى آخر أنا ما رح أعمل عملية دماغه وحابعته إلى Nyrsic Care Facility متبعنا بأستراليا أذا بتلاحظوا الأغلب حوالي 68% من الأطباء كانوا عنيفين وقرروا أنه يسحبوا أجهزة التنفس عن هذا المريض هلأ أفريقيا عدد المشاركين فيها أليل أوروبا عددهم جيد أمريكا الشمالية عددهم جيد 3500 و 3500 58% بأفريقيا 50% من الأطباء تقريبا نصف الأطباء تقريبا قرروا يسحبوا أو يسحبوا أجهزة التنفس عن هذا المريض ياخدوا الخيار يعني 500 قرروا أنه يوقفوا العلاجات تماما بالمقابل تقريبا ربع بربع أو نصف يعني الخيار الثاني هو أنه aggressive أو DNR كانوا ربع بربع تقريبا تشوفوا النساب الآن الآسيويين عموما وأمريكا الجنوبية عموما كانوا الأكثر رحمة بين الأطباء اللي هن 50% تقريبا منه النصف ونقرروا يوقعوا DNR ويبعتوا على nursing care facility بحيث أنه لو توقف قلبه لا يصير إنعاش بس بها الفترة حتى يتوقف قلبه سيقدمو كامل العلاجة الدعم التمريضي والتغذية وغير أمور طبعا هذه النسب تعكس طريق التفكير الأطباء عموما بهذه القرارات ما تنطبع على كل بلد بالضبط إضافة أنها تتأثر بكثير بالقوانين الموجودة بالبلد وتأثر بالأسس الأخلاقية اللي بيصير فيها الشغل بالبلد مو بها السهولة فينا ناخد القرار طبعا بكل مكان في كثير أماكن أنا ممكن أخد قرار طبي المحاضرة بتشكركم على المتابعة أتمنى أني اسمع رأيكم كأطباء معالجين أولا وكأهل لا سمح الله توقعتوا بهيك موقف مكان هذا الابن مكان الأخ أو الأم شو كنتوا رح تتصرفوا لو الأطباء عم يقولون بينصحوكم بشيء وأنتوا رأيكم مختلف أتمنى أنه نسمع منكم شو رأيكم وإن شاء الله بالمحاضرات القادمة رأح حاول إقدر جاوب عن هذا السؤال بالمناسبة ما في جواب خطأ مهما اخترتوا من احتمالات الثلاثة فهو اختيار صحيح بس لازم تعرفوا الدافع عن اختيار كم لا تنسوا الاشتراك بالقناة لا تنسوا اللايك لا تنسوا الشير لأنه هذا الشير سيأثر على أدائي بالمحاضرات القادمة السلام عليكم